محمد سميح كان هناك إحساس باللغة يعني هو كان يرفض أن يكون مستعبداً للغة مستعبداً للغة فالعكس هو كان يقول أنه ليست اللغة هي التي يستعبدنه أنا الذي أراوغها أنا الذي أغير فيها ولهذا هو كان يحاول التعامل مع اللغة مع الحرف مع كل شيء لأنه كان يشعر أن كل شيء في اللغة ممكن أن نستفيد منه وهذا ظهر في شعره كثير ما كان سميح في قصائده يتلاعب بالفعل يتلاعب بالجملة يتلاعب بالحرف في بعض القصائد أيضاً اهتم أن يبين أن باللغة العربية أن نستطيع أن ندخل اللغات الأخرى كان يستعمل اللغة العبرية الإنجليزية الحياة الفرنسية ولهذا فبدأ يطور في أشياء التي كانت غير مسبوقة قبل أن يعملها سميح القصائد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر